معي مباشرة من رامالله الصحة في فالح انصير فالح أهلا ومرحبا بك أريد أن نعرج تحديدا الآن ونعلق على موضوع ما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بما يتعلق بما جرى في طباس ومقتل ستة فلسطينيين لماذا هذه المرة أراد الجيش الإسرائيلي أن يحقق في هذا الموضوع نعم لأن الولايات المتحدة الأمريكية أولا تدعو إسرائيل في كل وقت لخفض التصعيد في الضفة الغربية ولذلك يحاول الجيش الإسرائيلي التبرير بأنه يقوم بحملات الاقتحامات اليومية لسيما للمخيمات في ظل وجود خلايا مسلحة تابعة لفصائل فلسطينية فما جرى في هذه الليلة في مخيم الفارعة جنوب طباس شمال الضفة الغربية هو دخول قوة من المستعربين قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي ثم حين كشف أمرها وجرى تبادل لإطلاق النار بين المسلحين والقوة المقتحمة دفع الجيش الإسرائيلي بتعزات عسكرية واعتلى الجنود أسطح المنازل وكذلك القناصة الذين فتحوا نيران أسلحتهم بشكل كثيف ما أدى لمقتل ستة فلسطينيين وإصابة عدد آخر فيما عرقلت القوات الإسرائيلية أيضا عمل مركبات الإسعاف التي لم تستطع الوصول إلى المصابين الذين تركوا ينزفوا لبعض الوقت وقد فشلت التواقم الطبية في إنقاذ حياتهم في ظل إصاباتهم الخطيرة وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر المنصرم حتى هذه اللحظة إلى 272 قتيلا التوازي مع ذلك كان هناك أيضا اعتداء آخر للقوات الإسرائيلية والمستوطنين في قرية خلة الضبع جنوب الخليل وقد أصيب عدد من الفلسطينيين وجرى اعتقال عدد آخر في وقت جرى فيه أيضا قطع شبكات المياه وإعاثة خراب في عدد من المنازل أثناء عمليات التفتيش من قبل الجيش الإسرائيلي والهجوم من قبل المستوطنين الذين كانوا يحظون بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى ذلك كان هناك حملة مداهمات واسعة لعدد من مدن الضفة الغربية الخليل بيت الأحمى التي جرى فيها اعتقال نائب مدير الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشيخ ناجح بكيرات وهو المبعد عن مدينة القدس بقرار إسرائيلي منذ نحو خمسة أشهر كذلك كان هناك مشهد لافت وهو اقتحام القوات الإسرائيلية إلى قلب مدينة رامالله ووقوع اشتباك مسلح وسط ميدان المنارة وهذه المظاهر غابت منذ سنوات ربما منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية لسيما وأن مدينة رامالله لها خصوصية كبيرة من بين مدن الضفة الغربية حيث لها ثقل سياسي وتحتوي على مقرات ووزارات السلطة الفلسطينية وكذلك مقر الرئاسة الفلسطينية الذي لا يبعد عن ميدان المنارة سوى بضع كيلومترات اشتركوا في القناة من extrater ע Vega شوية مسلح وسط مستعد مسلح مسلح وبسطffiti خصوص